طيب المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الكاش وانواعها المختلفة وبدأنا كده في النوع الاولاني اللي هو اسمه direct map cache وقلنا انه هو احنا عندنا نوعين تانيين اللي هو الفولي اسوشيتيف كاش والكيوي اسوشيتيف كاش وحنتكلم عليهم المحاضرة دي ان شاء الله فيه سلايدز فيه فايل تاني اللي احنا نشتغل منه والسلايدز ساعة النهاردة اسمه كاش ده موجود على البلاك بورد ان حملته وده اللي احنا شغالين منه. انا اعمل ركاب سريع كده على اللي فات احنا قلنا ان انا عندي المين ميموري اللي هي بتبقى او الانترنال ميموري اللي هي بتبقى ان جينرال ديرام ديناميك راندم اكسس ميموري نتيجة البطء بتاعها في الاكسسينج المايكرو بروسسور لما بيجي يقرأ منها بيقرأ بلوكس وبيحط البلوكس دي في ميموري تانية اسمه الكاش ميموري والكاش ميموري دي بتبقى عبارة عن اسرام سريعة وموس بروبي بتبقى اون بورد على البروسسور نفسه. والكاش الصايز بتاعها طبعا بيبقى صغير عشان يقدروا ان هم يعملوا لها على البروسسور. عمل بس كده. قلنا ان انا عندي الادرس بتاع الميموري بيبقى رقم معين مسلا سيرتي توبيت دول بيتم تقسيمهم الى تلاتة فيلز. الفيلد الاولاني اللي هو الليست هو الافسد. والفيلد اللي بعده هو الانديكس. والفيلد اللي بعده هو التاج. وعندي الكاش ميموري بتبقى عبارة عن لينز او ساتس. كل سات بيتخزن فيها مجموعة بيتس. فبالتالي الكاش اللي قدامي دلوقتي عبارة عن ايت ساتس. اوكي? ايت ساتس. كل سات البيز ادرس بتاعها بيبقى او الانديكس بتاعها هو التلاتة بيتس اللي هما بعد الافسد. وبالنسبة لكل سات فيها تمانية بيتس بيتجابه من الميموري. ليل ان فيه تلاتة بيتس للايه للافسد. بالنسبة للجزء اللي بيتجابه من الميموري اسمه بلوك. التمانية بيتس اللي بيتجابه من الميموري اسمهم ايه بنجيب بلوك من الميموري. وبيتحطوا فيه سات فين في الكاش. دي نوتيشنز اللي احنا شغالين عليها. برضو علشان الموضوع يبقى بنسبة لكم واضح. انا الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها كده زي في محاضرة محاضرات قلتركوا تكتبوا ورايا. فانا حاولت ان انا عشان بس الوضوح وانا هي تبقى موجودة قدامكم كده. كل اللي احنا عايزين نقوله موجود. لك انه زي كده. وحنتكلم عن اللي احنا عاوزين. فحنبدأ نقول ايه دي نفس السلايد اللي فاتت. نفس السلايد اللي فاتت. بس عليها الايه اللي احنا هنتكلم عليها. فلو انا مسلا البروسيسور عندي بنفس اللي هو زي ما انتم اخدتم في البروسيسور قبل كده. فبياخد 32 bit address اللي هو الادرس بتاع اللوكيشن في الممري اللي عايز يجيب الكنتنت بتاعته. فاحنا عايزين ندزاين small cache عشان تحتوي على portion من الممري دي. فعنقول ان الكاش عندي اللي انا عايز عملها واخدادة design has 8 sets. From set 0 to set 7. Set 0, set 1, set 2 up to set 7. Each set is a row or a line in the cache which has 8 bytes. يبقى كل set عبارة عن row خلاص. Row الرو ده في 8 bytes. وبالتالي the total capacity of the cache will be 64 bytes which is very small cache. طيب في البداية إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لنا بجيب بلوك طبعاً إنيشالي مفيش حاجة موجودة في الكاش. فأول ما البروستسور يأكسس الديناميك رام أو عايز يجيب حاجة منها حيروح في الكاش مش هيلاقي اللي هو عايزه. وبالتالي لازم يروح إيه الإكسترنال إيه الإنترنال ميموري اللي هي الدي رام يجيب منها أول بلوك على الأقل. ولفرضنا إننا البلوكس اللي في الميموري اللي أنا هجيبها هجيب بلوك زيرو. حيث بلوك زيرو في الإنترنال ميموري يحتوي على الأدريسيز فرم زيرو تو سبن. فهيجيب بلوك زيرو. ويكابي إت انتو ست زيرو. بلوك زيرو التمانية بايتس دول. حيجيبهم ويحطوهم فين في ست نمبر زيرو. وهكذا كل ما يعوز أدريس من الميموري. حيروح الأول الكاش يشوفه موجود ولا لا. لو موجود هيجيبه من الكاش. طبعا هيبقى أسرع كتير. يعني زي ما قلنا الكاش بتبقى أم بورد على البروسيسر. لو ملقهوش وده بيتسمى هيت. في الحالة دي بيسمى الكاش أكسس هيت. طيب لو فرضى ان هو جاب البلوك زيرو. يعني هو جاب بلوك زيرو. خلاص من الميموري من الميموري وحطها في ست زيرو. وجاله بأكسس مثلا أدريس ون. حيلاقي ون فين في الست زيرو. طب بعد كده أدريس سري. حيلاقي برضو في الست زيرو. طب سيكس حيلاقي في الست زيرو. طب تن. لأ تن مش موجود في الست زيرو. موجود في الست ون. فبالتالي لازم يروح للميموري. يروح جايب بلوك ون. كله. اللي هو من أدريس تمانية لخمستاشر. ياخده ويحطه فين في الست ون. وهكذا. يبدل بتاع الكاش. خلاص فبيعد شغال كده. لحد ما يوصل ان هو يملى الست كلها. اللي في الكاش. يعني حابته ست سبن. ست سبن اللي هي حتبها من أدريس ستة وخمسة. ست 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 ت ست 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 ست. في الميموري. تمام. تمام. تعم. ده متاع اللي في مش مشكلة. ده كل. الموجود عندنا. شوفوا السلايد اللي بعد كده. همتعم من الكلمة دلوقتي على direct mapped cache. direct mapped cache. طيب. بعد ما جاب الساتس كلها وما لها. هيبتدي مثلا يحتاج ان هو instruction عايز يروح يجيب ادرس مثلا اربعة وستين من الممري. او خمسة وستين. او حاجة اكتر من تراتة وستين. ففي الحالة دي. هيجيب البلوك. اتنما لما هيجي يكتبه هنا في الممري مش هيقدر ان هو يلاقي مكان يكتبه فيه. ففي الحالة دي بيحصل ايه? بيحصل او او يعني الست زيرو هتبقى او ليه? ان هيكتب فيها بتاعة ادرس اربعة وستين الى واحد وسبعين اللي هو جابهم من الممري. ودي اللي هي المشكلة او بتاعة ال direct mapped cache. direct mapped cache تقدر only تخزن ايه? انتري واحد بس او line واحد بس لكل ايه? لكل اندكس. تمام? يبقى ازا الست زيرو اللي اللي هتبقى overwritten بcontent of addresses اللي هي 64 to 71. وكذا لو احتاج ان هو يجيب بلوك 9. بلوك 9 من الممري. حيلاقي ان هو هيخزنه فيه. هيخزنه في الادرس اتنين وسبعين. لو الادرس اتنين وسبعين لتسعة وسبعين. هيضطر ان هو يخزنه فين? هيخزنه في set 1. والداتا اللي ايه موجودة في set 1 دي هتت ايه? هتتمسح او تتشال من الممري. ايبقى معنى كده ان الممري بوكس. ذات عرمالك بلزوف ايت. ولبي ما بدا انتو ست zero. بلوكس ذات ويمالتيبلزوف ايت. ولبي ست ولبي مابد انتو ست زيرو. البلوكس اللي بلوك كعام بلوك زيرو بلوك تمانية بلوك ستاشر بلوك ربع وعشرين في المين ميمري. كل دول. لما يجابه كابلوكس من المين ميمري هتحطه في الساتيتس اللي هي. موجودة ست زير وبرضو blocks of multiple of 8 plus 1 will be mapped to set 1 يعني block 1 هيروح لست 1 طب block 9 يروح برضو لست 1 طب block 17 لblock 1 طب block 25 لblock 1 وهكذا وهكذا so if we have an address divided by 8 to get the block id superintendent بنقسمه على 8 يعني انا عندي address number 4 في الman memory حوول 4 على 8 4 على 8 بتساوي 0 الانتيجر بورت بتساوي 0 طيب انا عايز من الman memory address 13 مثلا 13 على 8 بتساوي 1 كله هو الجزء الانتيجر بورت يبدأ حيروح لسات 1 تمام ده بالنسبة ايه للسلايد دي طبعا ال block اي دي هنا او تاج هيبقى بقيت الموجودة في البايت ادرس يعني انا لو عندي تلاتة بتس للتلاتة بتس للافست و تلاتة بتس للاندكس لهويتش ست يبقى انا كده عندي ستة يبقى اذا عندي كامبت اه فاضلين اتنين وتلاتين ناقص اه ستة يعني ستة عشرين بت دول حيبقوا ال block اي دي او للتاج تمام كده ايه كل اللي موجود اوكي طيح توضيح تاني اهو يبقى تلاتة بتس الافست تلاتة بتس الاندكس و ستة عشرين بت للتاج التاج اي عبارة عن تاج اري بتبقى موجودة خلاص وزي ما انا احنا عملنا الانالوجي قبل كده بين الكاش ميمري والكاش بتاعت البراوزر هنرجع برضو سريعا المسال ده تاني اوكي طبعا ممكن نحول الادرسيز بتاعها ممكن تبقى تبقى اوضح شوية يعني لو انا عايزة اكسس لوكيشن زيرو ده هيعطى بايه بالادرس اللي هو كله زيرو سرتي تو بيت كلهم زيرو فبالتالي تلاتة بيت الاولانيين دول بتوع الافست زيرو يعني الاولاني والتلاتة بيت ستتانيين هما الاندكس اللي هو انهي ست اللي هي ست نمبر اه زيرو اكي والستة عشرين بت اللي بعد كده هما التاج والتاج ده زي ما هنشوف بعد كده مهم في الانواع اللي هي التانية اللي هي الفولي اسوشيتيف والكي اسوشيتيف نمبرز تمام؟ طب اخر بيت في البلاك الاولاني هيعطى بايه هيعطى لما يبقى وان 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 كي؟ يا امت دلاتة هتمشى من اول افست زيرو 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 الى الحد وان 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 كل دول موجودين فين؟ موجودين في ست زيرو في الكاش طيب هنيجي على ادرس مسلا اه بعد كده اربعة وستين انا قلنا ان انا عندي كاش ممكن هتشيه الادرس من زيرو الى كام? الى اه 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 تلاتة وستين. طب ادرس اربعة وستين اربعة وستين. اهي اللي توجدها تحت هنا. بالبيناري. هتبقى كل اصفار. One. صفر. zero 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 zero. اه رجعنا بقى ايه? رجعنا zero 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 يعني بايت موجود فين في التاج. يبقى ازا التاج بتاعي one. اوكي بتاعي هنا one. معناها الادرس ده. ادرس اللي هو اللي بعده. اللي هو 64. بعد ما المموري تعمل. وبالتالي اعرف ان هو حصل ايه اوبر اوبر ريتن للديتا الموجودة في الست زيرو. كده كل المعلومات ايه موجودة. احنا شوفنا المسال ده قبل كده. الله سيبقى انا عندي الكاش وعندي الاتا اري وعندي حاجة اسمها تاج اري اللي بيتحط فيها البيتس الاخرانية او في البيت ادرس. عشان يندكيت التاج بتاع اللوكيشن. افكرك بالبراوزر اه اه اكسامبل بتاع البراوزر اللي احنا قلناه. تمام? انت بتعمل براوزنج لسايت معين. في الجوجل كروم مسي. فلي بيحصل ان هو بتكتب اول ما تكتب اول حرفة فيه بتلاقي البراوزر اوتوماتيك كتاب لك كمل لك بقيت اسم ايه? السايت. يعني احنا طريبا قلنا كالجوجل وكالجيتوي. جوجل دوت كوم او جيتوي دوت كوم. فاول ما انت تكتب اه جي. يكتب لك جوجل على طول جوجل دوت كوم والصفحة. السايت ده فيه صفحات. يعني السايت اللي انت بتاكسسه ده فيه صفحات. زي مسلا هنا. هنا ما ادي مسال لسايت تاني اسمه cnn دوت كوم. فاول ما بتكتب سي. على طول بيروح ايه? كتب لك هو من نفسه nn دوت كوم. وتشوف بقى الصفحات اللي انت مخزنة او هم اكترى براوزنج قبل كده. فالانالوجي هو ايه? ان الصفحات نفسها. كل صفحة تعتبر افسد. كل صفحة تعتبر افسد. والسي ده يعتبر الاندكس. اللي هو n set موجود. و nn دوت كوم ده يعتبر التاج. فبالتالي انت اول ما بتكتب سي. وهو بيشوف بيدور على التاج اللي متخزن عنده. nn دوت كوم. يبقى يعرف ان ده already. بتخزن السايت ده ابلي كده. طب انت لو كتبت عرف تاني اللي هو مسلا سايت تاني يبدأ بيسي برضو. زي مسلا سي ماكس دوت كوم. فاللي بيحصل انه هيحصل ايه? هيحصل ايه? ايه في ال direct mapped cache. مش هيقدر انه يخزن ال two sites مع بعض. يعني مش هيقدر يخزن لك سايت. وسايت تاني. انما احنا بنشوف في البراوزر زي مسلا زي جوجل الكروم او ال edge. ان انا عندي ممكن كزا سايت وكلهم وردي موجودين في في الكاش. مدام انا عملتلهم براوزن. ليه? لان الميموري بتبقى مش direct mapped. بتبقى set associative set associative memory. تماما? فده بس مثال عشان نعمل ايه الانالوجي ده الكلام ده احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت. طيب دي ايجي هنا على زي problem. خلاص? عشان نباين بس احنا فاهمين القصة دي ولا لا. اه وبيقول لك assume that addresses are eight bit long. اه. how many of the following addresses, address requests are hits. اه على misses. اوكي? يعني انت عندك الادرسيز دول. واعزين نعرف ازا كان في hit ولا miss. اول حاجة بدء من ادرس اه اربعة. بدء من ادرس اه اربعة. ادرس اربعة. فادرس اربعة ده. Lists three bits افتعه. اه. اه. هما. zero zero zero. zero zero zero. اوكي. اه sorry one zero zero ااسف. one zero zero. اه. اه. هل الريكوست ده موجود في الكاش ولا مش موجود في الكاش هي مش بين الValidBet دي هنا بس هي تخيلها كده انها موجودة ففي الاول خالص لما بيعمل accessing الاول مرة الValid دي بتبقى zero مش موجود فبالتالي يعرف ان هو لازم يروح للايه للمنمر يبقى الVBet خلاص is zero if the word is not in the cache and when if the word is in the cache فبالتالي الادرس for ده يعتبر miss then the processor will go and fetch the byte and the neighboring byte from the main memory لаб حيفيتش ايه حيفيتش أربعة لا وهيفيتش البلوق اللي فيها ربعة اللي هو البلوق اللي في الادرس is من zero ل7 في المنممر يروح قايبه يروح حطه فين يروح حطه في الكاش ميموري. كيبه الكاش ميموري دلوقتي موجود فيها البلوك زيرو بتاع المين ميموري. اتنقل وتحط فين في الست زيرو في الكاش. اللي هي الادرسيز من زيرو لسبعة. طيب ايزا اربعة ديها هتعتبر hit miss as. ديها ام. بس كده السلايد اللي بعدها اهي. فيها التوضيح اهو. ادرس فور اهو. ادرس فور. سري بيتس دول اللي هما الافست. اللي هو المكان اللوكيشن في في الست اللي هياخده البروسيسور ويقرمانه الديت. تلاتة بيتس اللي بعد كده. هيديه الست نمبر. سيت نمبر هنا زيرو 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 يعني سيت زيرو. والست عشرين بتاع الاخرين دول. هيديه التاج بيتس اللي هما زيرو. تاج اللي هو ده. هنيجي بعد كده الادرس سيفن. يروح يا اكسس الادرس سيفن اول حاجة هيروح على الكاش ويشوف ازا كان الادرس سيفن ده موجود ولا لا في الكاش فحيلاقيه موجود. الرادي لونا اتجاب في اللي فاتت. يبا ساعته السيفن ده هيعتبر هيت. لانه ولا قافل كاش. نيجي بعد كده على الادرس عشر. ادرس عشر. ادرس عشر اللي هو تقريبا هو ده اهو. اهو. زيرو زيرو وان. زيرو وان زيرو. عشر. فبالتالي عشرة التلاتة بيتس الاولانيين بتوعه زيرو وان زيرو. انه بايت نمرة اثنين. زيرو زيرو وان اللي هو سيت وان. والتاج زيرو. مش موجود فين. مش موجود في الكاش ميمري. فلازم يروح للمين ميمري. خلاص. ويجيب بلوك وان في الميمري. بلوك وان في الميمري. ويحطها في سيت وان فين في الكاش في الكاش ميمري. هيجيب البيت اللي هو عايزه. والنيبرينج بايت. يعني الحواليه. اللي قبله واللي بعض. حيث هو بيجيب بينقل الديتا بلوك باي بلوك. مش بايت باي بايت. اكي. بايزا الادرس تين ده هيعتبر ايه? هيعتبر ميس. طب اللي بعده ادرس سيرتين. ادرس سيرتين. تلاتاشر. اكي. اللي هو معطى بالرقم اللي فوق. خالص ده اهو. اهو. زيرو زيرو وان. وان. زيرو وان. اهو. ده تلاتاشر. ففي الثلاتاشر هتلاقي ايه? هتلاقي الاندكس زي ما هو? زيرو زيرو وان. معنى ان الناس لسيت وان. يبقى موجود. بس اللوكيشن بتاعه اللي هو خمس بيت فين? خمس بيت في السيت. يبقى ايزا ده يعتبر اه تلاتاشر ده يعتبر هت. اوكي? هيجي بعد كده اه ستاشر. اوكي? تلاتاشر. ستاشر. اه. هيعتبر ميس. لان هنا هيجيب الادرس اه تلاتاشر وايه? والنيبرينج. اللي هو في البلوك ده. وردي موجودين لحد ادرس خمسة عشر. فستاشر هيعتبر ميس. فهيروحوا برضو ايه? ويجيبوا. ويحطوا في السيت المقابل. طيب هنيجي بعد كده على 68. 68. ادرس 68. ادرس 68 ده. اه. نشوف سلايد له بعد كده. اوكي. موجود فين? لو 68 اوه. ده. 68. لو اوه. حولناه للباينر ايكوفلنت بتاعه. اوكي? حيطلع. اه. حاجة بالشكلة ده اهو. ده عامل ازاي? اهو. لان 64. 64 اوه. one zero 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 zero. ده 64. 68. هيبقى one zero 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 one zero zero zero. يبقى الافست. اه. one zero zero. الاربعة. والاندكس zero zero zero. طيب الاندكس zero 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 يعني ايه? يعني set zero. اه بس ساعتها لازم يبص على التاج بقى. التاج هنا بone. التاج هنا بone. يبقى هيحصل ايه? هيحصل ان التاج القديم. هيتشطب لو كان كله اصفار. وهيتحط ما كانه التاج الجديد. اللي هو zero 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 one. اه. one. وده هيماب للست zero مرة تانية. يبقى الديتا اللي موجودة في الست zero هتبقى overwritten. ويتشال منها الديتا القديمة. ويتحط الديتا الجديدة اللي هي اه فيها ادرس اه اه تمانية والستين. اوكي? يبقى انه هيجيب هيجيب البلوك في الميموري. في المين ميموري اللي هو من ادرس اربعة وستين الى ادرس واحد وسبعين. من اربعة وستين بايتس من واحد وستين لاربعة وسبعين. يحطوهم فين? يحطوهم فيه. الست zero. زي ما اتفعل. دي مشكلة الكاش ميموري. الديتا ممكن تبقى ايه او يحصل لها اه يحصل عليها. طيب بعد كده اتلاقي الديتا تلاتة وسبعين. احنا اللي جبناه ده كان من من اربعة وستين لواحد وسبعين. وبالتالي تلاتة وسبعين مش موجود. فيعمل ايه? هيروح يجيب من المين ميموري. الكونتين تلاتة وسبعين. ويجيب الديتا اللي قبله. والديتا اللي بعده. عشان يجيب بلوك على بعض. اوكي? فبالتالي دي هتعتبر تلاتة وسبعين دي ميس بالنسبة لي. تمانية وسبعين هيعتبرها اه هيت. اوكي? لانها موجودة في البلوك اللي هيجيبه وهو بيجيب ايه? بيجيب تلاتة وسبعين. فانت عد تبتدي ان انت تشوف الادرسيز دي. خلاص? وتجيب منها البلوك نمبر وتجيب منها الادرس الستارت والاند. وفيه بروبلم انا حاسبها لك موجودة في سلايد دي بحيث ان انت تبتدي ان انت تشغل يعني عقلك شوية او تحاول تأبلاي الكونسبس اللي ايه اللي انت اه اللي انت شفتها معي في المحاضرة دي. اوكي? اوكي قد اوكي؟ صور موجودة في سلايد دي بحيث ان انت من اتخالك اوكي؟ مشي؟ موجودة اوكي؟ تلاتا اوكي؟ اوكي؟ كمانت بحيث انت بس حاول ان انت تفكر فيها وتعملها. ممكن نبقى نزل لك السلوشن بتاعه. حاجة شبه اللي احنا لسه شايفينه بس حاول ان انت تفكر فيها وتعملها. ممكن نبقى نزل لك السلوشن بتاعه. طيب برضو في كم حاجة كده فيها زي ملتيبل تشويس. على الكاش. مديك الستيتمينت البروبلم والسليكشنز اربعة اختيارات. والحل بتاعها موجود برضو اللي بالاخضر ده. يعني السلوشن بتاعدي امرأي. السلوشن بتاعدي اللي هي مسلا اكمل. كومبليت 18 بيتس. السلوشن بتاع بعدها. السلوشن دي اللي هي الايتم دي. فانت هتقراهم برضو. اوكي? هتلاقي نفس الكلام يعني مشابهة للي احنا قلناها. بس عشان تأكد تأكد المعلومة عندك. تمام? في لحدة دلوقتي في اي استفسار او اي سؤال. في الـ direct map cash. معي يا جماعة سامعيني؟ دكتور اقول تمام. تمام؟ اوكي. يدوني اي feedback بس عشان محسي عشان الدنيا فصلت يعني. اوكي طيب. لو فرضا عايز حدي يكمنت على اي حاجة ممكن نعمل raise hand. وممكن نستوب ونشوف هو محتاج ايه. طيب ده النوع الاولاني اللي هو الايه من الكاش اللي هو الـ direct mapped cash. طيب. direct mapped cash كويسة وكل حاجة. بس فيها مشكلة ان الـ size بتاعها بقى صغير. بتاع كل set. اوكي وفي نفس الوقت حتة الـ overwritten دي الـ data ممكن يحصل لها تكتب على نفسها برضو مشكلة. فبيحيلوا الموضوع ده بحاجة من اتنين. يعني ايما عمله increasing the line size او set size ان هو يكبر ال set بدل ما تبقى 8 bytes لا تبقى 32 bytes يعني كل ما يروح للكاش يجيب يجيب البلوك بتاعه يبقى اكبر شوية يبقى بدل 8 bytes يبقى 32 bytes وبالتالي يحصل على fewer misses ليه؟ ان هو اه طبق ال special locality اللي احنا اتكلمنا عليها دي طريقة تمام طيب في الحالة دي طبعا مدام حيزود عدد ال bytes الموجودة في ال set اوكي؟ ده هيتطلب ان هو عدد ال bytes الموجودة في ال offset هيزيد يعني انا عندي هنا 8 sets كل set 32 bytes و32 هي اتنين وخمسة وبالتالي هيحط خمسة bits للايه؟ لل offset وثلاثة bits برضو لل للإندكس وهو اللي فاضل 24 bytes هيبقوا لل tag field الحل التاني عشان عشان يزود ال hits ويقل المسيز هو انه يطبق ال associativity associativity اوكي؟ فال associativity لما انت بتطبقها ده بيديك fewer conflicts وبالتالي ممكن تبقى ال hits بتاعتك اعلى لان اكتر من data بتتقرف في نفس الوقت وبتتخزن يعني ففي الحالة دي بيقسم الكاش الى ما يسمى بال ways ways يعني مثلا عندي two way cache two way cache two way cache way one way two two way cache وبرضو التاجز بتاعت متقسمة برضو الاثنين نفس التقسيمة بتاعت او عدد ال ways كيب احنا بنقول ان احنا بنحاول نعمل enhancing للكيش عن طريق اكتر من طريقة طريقة اللي احنا مشغلين فيها lesset associative technique احنا شوفنا في ال direct maps ان given address maps to a unique set and this set and in this set there is only one location where data can be placed تاني انها in direct mapped cache a given address maps to a unique set set محددة and in this set there is only one location which data can be placed طعب تفحال باست associative cache a given address برضو maps to a unique set but in this set you have multiple locations to store the data the set in multiple locations مش في location مش في location واحد كمام؟ وبالتالي يقدر ان هو يخزن مثلا لو شوفنا ال analogy بتاع cache بتاعت browser كايا كاش بتاعت browser انا عندي سايتين كلا هم بيبدأ مثلا بحرف google.com nd gateway.com. ليه؟ لأن G زي ما اتفقنا هي الاندكس. G هي الاندكس بتاعي. اللي هو هيخش في أنهي set من دول. اوكي؟ و nn.com ده التاج بتاع الوية الاولانية. فلو لقى nn.com هيخش على الداتا الموجودة في واي 1. يبقى دي الوب بيجز بتاعة cnn.com. ولو لقى gateway اللي هي a t w a y. اللي هي بتاعة بقية gateway. هيعرف ان هي ايه؟ هيعرف انها تاج التانية. تاج التانية ليها set تانية او way تانية اللي بتخزن فيها الصفحات بتاعة السايت التانية. وهكزا. فكل ما كان عندك الكي هي بسموها set associative. كي way set associative. فكل ما الways كطروا. كل ما تقدر ان انت الكاش بتاعتك تستخدمها ايه? more efficiently. اكي? امتالي. المسال بتاع الويب براوزنج ده موضح للدنيا شوية. اهو. ده المسال اللي انا قلت دلوقتي. اوكي. اهو. الانديكس ده. الانديكس. اللي هو السي. اول ما كتب السي. نخش مسلا على لوكيشن خمسة. بس في لوكيشن خمسة بقى عنده مجموعة اماكن. مخزن فيها الصفحات الخاصة بNN.com اهي. اللي ننتج اوه. الانديكس دوتكم. والتاني انا مسلا سي النان دوتكم وكار ماكس دوتكم. كل هما بيبدأ بحرف السي. لو بدأ بسي. اوكي? يدور عالتاج. سي الانديكس زي ما اتفعنا. اللي بعدها هو التاج. يدور عالتاج. اي ار ام اي اكس. لا اي ار ام اي اكس في التاج. يعرف ان في الماموري بقى في الوي تو. حيخزن ايه? حيخزن. ايه? او صفحات بتاعت. او صفحات بتاعت. السايت كار ماكس. ده مع الفارق طبعا. الموضوع ببقى. بس ايه ده مع الفارق. طيب. زي ما قلنا عنا عندنا. فولي اه اسوشيتيف مابيج. وكي. سيت اسوشيتيف مابيج. او سيت اسوشيتيف مابيج. فالكم سلاي الدول برونا الفر ما بين النه عنده. مابين لده.มiki الماردد المياد39 Computer Editor. is required. This makes fully associative mapping more flexible than direct, direct mapping. Okay. Had all cache lines have been occupied. So a block of main memory can map to any line of the cache that's freely available. In this case, there are two problems with fully associative, so it can be said to us a little bit. The address is a common two, not a common three. The block number is called tag. Sorry, the block is called line offset, block offset or line offset. ده اللي هو الـ division بتاع الـ physical address في حالة الـ fully set associative map. Fully set associative map. Fully associative map أسف. Fully associative map. بالنسبة لـ k-way set associative mapping زي المثال اللي احنا أخذناه قبل كده. Cache lines are grouped into sets where each set contains k number of lines. Each set contains k number of lines. A particular block of main memory can map to only one particular set of the cache. However, within that set, the memory block can map any cache line that's freely available. The set of the cache to which a particular block in the main memory can map is given by Cache set number بتساوي The main memory block address modulus number of sets in the cache. ده هيوضح في الـ example بالأرقام. يعني الكلام ده هيوضح في الـ example بالأرقام. بس أنا متعلم المثال اللي احنا قلناه بلكده. الدنيا برضو ايه بترد توضح شوي. يعني ايه set.. يعني ايه set associative mapping. واحنا ادينا مثال على ايه. على ايه. على two set associative mapping cache. فحلت الـ set associative mapping خلاص دبيبا combination of direct mapping and fully associative mapping. It uses fully associative mapping within each set. Thus set associative mapping requires a replacement algorithm. In the set associative mapping the physical address is divided into three parts. الـ tag, set number, block or line of sets. زي زمان. يعني ما زمان كان كده برضو. كان مقام من ايه من ثلاثة أجزاء. بيالك بقى special cases. لو كيب واحد. يعني single set associative mapping. يبقى انت روحت لايه للـ direct mapping. روحت للـ direct mapping. ولو كيب فيها total number of blocks in the cache. يبقى انا عندي كيب واي set associative mapping. أو كيب واي set associative mapping. هتبقى fully associative mapping. لو كيب كيب نمبر بيساوي total number of blocks in the cache. في أقضل هنا. كيب واي. 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 حاجة نكتب الحاجات الجيفن من الكاش ماموري سايز 16 كيلو بايت. اوكي والبلوك سايز اللي هو فريم سايز او لين سايز او سيت سايز متنستة وخمسين بايت. والمان ماموري 128 كيلو بايت. المان ماموري هي دي اللي بالحدد لي التوتل او الهول ادرس بارت الفيزيك الادرس. ف120 كيلو بايت تنين قصة 17. يعني ماتتمين ويعتنين قصة 7 وكيلو بايت 4 عشر يبقى 17. يبقى اذا The size بتاعي بتاع الادرس كله 17 او 17 او 17 او. زي ما اتفعلنا في الـ الادرس ده مكون من جزئين. block offset number و. بلوك نمبر الوفيط نمبر والبلوك ايه والبلوك او تاك ايه تاك نمبر سايزة من ممري مانينة عشرين كيلو بايت نمو سوعة عشر ذاست نمبر الفيطس ان ذاك الادرس اي سبنتين بيتس نمبر الفيطس ان ذا بلوك افصد ويهاب زا بلوك سيزة خمسين بايت نمو ستانية يبقى يزا البلوك افصد تمانية بيتس وبالتالي الباقي هو ايه هو ال بلوك او تاك نمبر الفيطس ان ذا� يبقى اب relating فيتس ROS number of blocks in the cache total number of blocks in the cache بيساوي cache size 16 كيلو بيت على ال block size 16 وخمسين يساوي اثنين قصة 14 على اثنين قصة 8 هيساوي اثنين قصة 6 lines. وده المطلوب اللي هو الايه الكاش size اربعة وستين line او اربعة وستين set. ال tag directory size بيبقى مرة عن ايه number of bits in the tag. في ال tag size. number of bits in the tag. number of tags اسف. number of tags times tag size. طيب ما ال number of tags هو number of blocks. لانه كل بلوك لي او كل ست لها التاج المقابل لها. فهنا قلنا النومة 2.6 يبقى ازن 2.6 في عدد البتس بتاعة التاج زي ما جبناه لكده يساوي خمسمية ستة وسبعين يبقى ساوي اثنين وسبعين بيت. خمسمية ستة وسبعين بيت او اثنين وسبعين بيت. with block size one k byte. ذهه size of the tag directory is 72 bytes. مثال كمان على ال fully associative mapping. a fully associative cache. consider a fully associative mapped cache of size 512 كيلو بايت with block size 1K بايت there are 17 bit in the tag field file find size of the main memory size of the main memory على طول معناها أنا عايز أجيب how many bits in the address اللي هو الادرس كلي بقى اللي هو فيه والإندكس والجزء بتاع التاج كل حاجة وبعدين tag directory size طيب cache memory المعطيات يوضع given cache memory خمسين واثنشر كيلو بايت block size frame size أو line size 1KB number of fits in the tag 17 وعنا عنديني التوزيع انها جزء ايه جزء اللي هو الافست جزء اللي هو بتاع التاج نمبر فالتاج نمبر وبيقولي there is or there are 17 bits in the tag فده 17 bit خلاص فيش مشكلة نيجي number of fits in the physical address البلوك سايز 10 bits ليه لانه 1KB 1KB 2 to power 10 يبعى 10 bytes بلوك سايز 10 bits بلوك سايز 10 bits عشان يقادر برزينت واحد كيلو بايت حاط فيه selonlesia المكافئة الواحد كيلو بايت 10 bits lingstock Engineering 10 bits. 10 bits. 10 bits. 17 bits. 27 bits. ومن هنا تقدر تجيب الايه؟ المن memory. Size. Number of bits in the physical address. يساوي 27 bits. يبال physical memory 2 to power 27. Size of the memory 2 to power 20. هي مكتوبة هنا غلط. كتوبة متين سبعة وعشرين. هي اتنين to the power of 27. لي مكتوبة واني عشرين ميجابايت. Okay. Number of lines or blocks or sets in the cache. Total number of blocks in the cache. يساوي cache size. Total. 512k على block size. 1k. اللي هو 512 block. يعني 2 to power 9 blocks. التاج directory بقى. التاج directory. اللي هسيبه ازاي. تاج directory بيساوي capacity بتاعته او size بتاعه. اللي هو عدد البتس في التاج. اللي هو 17 bit. مضروب فيه number of blocks. او number of sets. لان احنا قلنا فيه تاج. اسوشيتد مع كل ست. او ان عندي كم block او كل ست. 2 to power 9. يبقى 2 to power 9 times 17. بيساوي تاعته من 1604 bits. او 1088 byte. يبقى directory size 1088 byte. إذا ما سال تاني أبداente نقول it has 64 bytes four-way, four-way, so I have four-ways but I have two-ways here. . 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 فور بيتس عشان يقدر يأكسس ايه? كل وي يقدر يأكسس 16 بايت بتوعه 16 بايت بتوعه يبقى 2 to power 4 بال16. والاندكس بيت 64. الاندكس بيت ستة بيتس سوري ليه عشان انا عندي 64.6 فقدر اختار واحدة من الاربعة ستين. 2 to power 6 بايت 64. يبقى ستة بيتس. وبالتاليه تاك فيلد حيبقى باقي الاثنين وثلاثين بيت. يبقى اتنين وعشرين ايه? اتنين وعشرين بيت. ده النمبر of bits ال ايه في السيستم ده. نسال تاني. سرسي تو كيلو بيت four-way set associative cache with array of 32 bytes line size. how many sets? how many index bits? offset bits? tag bits? how large is the tag array? طبعا الحاجات دي مجرد هي فيه ارقام بسيطة زي ما انت شايف. بس لازم ان انت تتخيل. قطم تخيل الـ operation بتاع. عشان تقدر ان انت الارقام دي بساطة تعمل عليها عمليات حسابيها صغيرة وتجيب الان مطلوبة. اوك اهو. سرسي تو كي بايت. four-way set. oh four-way ادي واي. ادي واي. ادي واي. ادي واي. ادي واي. ادي واي. كل واحدة منهم فيها 32 bytes. 32 bytes. how many sets? هنقول ايه? هنقول الـ 32k اللي هي الـ capacity بتاعت الكاش كلها بتساوي. number of sets في number of ways في 32 bytes. بساطة. عندي total cache كلها على بعضها كده. سرسي تو كيلو بايت. سرسي تو كيلو بايت. طيب دي مكونة من ايه? من مجموعة sets. هيبقى sets. كل سات فيها ايه? كل سات فيها اتنين وتلاتين بايت فاربعة. يبقى اتنين وتلاتين بايت فاربعة. يبقى number of sets متنستة وخمسين. من الحزبة الصغيرة دي number of sets متنستة وخمسين. how many index bits? offset bits? tag bits? مادام number of sets متنستة وخمسين. يبقى انا عندي متنستة وخمسين انتري. يبقى الـ index بتمانية. لان توتو باور ايد بمتنستة وخمسين. والـ offset bits? هيبقى كام خمسة بتس. ليه? لانه انظر اللي بيختار بيهم certain bytes in the way. each way. وهو اتنين وتلاتين يبقى اتنين وخمسة بتنين وتلاتين. يبقى اللي فاضل كام? التاج بتس. اتنين وتلاتين نقص تمانية. نقص خمسة. يساوي 19 bits. طب التاج array size هيساوي ايه? هيساوي. number of sets. number of ways. في التاج size. احنا قلنا التاج بيبقى لو two way يبقى two way. طب ما كل واحد فيهم مثلا عدد معامل bits. يبقى لازم يتضرب عدد الساتس. في number of ways. في ال size او number of bits in the tag. ده اللي موجود هنا. طبعا. 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 يبقى total تستو خمسين. فاربعة في مية اه في تسعة عشر بت يساوي تسعة عشر كيلو بيت. او في ديت. ممكن تحول البايت الانتعاسي. تسعة عشر كيلو بيت يعني two point three seven five كيلو بيت. ده ايه اللي هي حالينا بيه الموضوع. ماشي? موضوع بسيط. بس عايز بس ايه? الواحد دي بقى عارف هو بيعمل ايه? وفهم ال operation بتاع الكاش. لو فهمتها. موضوع يبقى بسيط جدا. اوكي. بقى. هنيجي بعد كده على ايه problem? على ال set associative كاش. احنا طبعا خدنا كزا يعني problem عليها بس ناخد كمان اتنين. consider a two-way set associative mapped cache of size 16 كيلو بيت. with block size متى ستة وخمسين بيت. the size of the main memory is 128 بيت. عشرين بيت. find the number of bits. مش عارف ايه اللي احنا عملنا قبل كده ولا. التانية كانت fully associative مش كده مش set associative. find the number of bits in the tag. the tag directory size. احنا بنقول ايه? two-way يبقى set size باثنين. وال cache memory size 16 كيلو بيت. وال block size او frame size او set size ماتى ستة وخمسين بيت. المين memory 128 كي. والنادي اللي احنا نقدر نحسب منها total number of bits او الايه اللي في الفيزيكال ادرس سبنتين بيت بيوتو باور سبنتين بكام بمية ثمان وعشرين كيلو بايت دي متقسمة لثلاث اجزاء تاج سات نمبر واف سات نمبر انا بس عايز اراجع على المسال عشان احنا شوفنا حاجة شابه بس متعالي كان على الفولي اسوشيتيف او كان عفولي اسوشيتيف اوكي كانت المم ممري مية ثمان وعشرين كيلو بايت وكانت مقسمة لها ادرسيز فيزيكال سبعتاشر بيت دي فول اسوشيتيف ساحة تفكرنا لنا كررنا في اجزامبل من الاجزامبل اوكي نمبر افتس انزا بلوك احنا قلنا البلوك سايز بلوك سايز متنستة وخمسين او اتنين وستماني يبقى نمبر افتس انزا بلوك سايز ات بيتس بلوك سايز ات بيتس توتال نمبر اف بلوك سايز بيساوي كاش سايز عال بلوك سايز كاش كلها ستتاشر كيلو بايت وكل لاين او كل ست فيها او كل بلوك فيها متنستة وخمسين بايت بلوك سايز اتنستة وخمسين يطلع اربعة وستين بلوك وانا فيها اربعة وستين بلوك يجي بقى هنا ايه الاندكس نمبر الاندكس او ست نمبر اللي هو بيحدد لي عدد البلوكس او عدد الستس بلوما اربعة وستين يبقى انا عندي هنا يبقى انا كام توتو باور سكس باور وستين وستة بيتس بتمانية بيتس الافست ستة بيتس لله او خمسة بيتس ثانية اهدا number of blocks in the cash اربعة وستين بلوك اه بس انا عندي اتنين وي انا عندي تو وي كاش صح يبقى ايزا الاربعة وستين على اتنين يساوي اتنين وتلاتين يبقى توتو باور ايه توتو باور اه توتو باور اه توتو اه توتو فايف توتو باور فايف يبقى خمسة بيتس للست نمر اتنين وتلاتين اه او اتنين وتلاتين ست وكل ست فيها تو اه كاش تو اه بلوكس يبقى خمسة بيتس تمانية وخمسة تلاتاشر وده سبعتاشر يبقى ايزا نفاضل اربعة بيتس للتاج يبقى التاج بفيلد باربعة بيتس ممكن نحصل ديركتري سايز اللي هيبقى كام هيبقى اربعة وستين او تلاتة اتنين وتلاتين في اتنين اتنين وتلاتين في اتنين الاربعة بيتس بتوع التاج اللي هم تستقى خمسة بيتس عادة بيتس او اتنين وتلاتين بيتس اي بزاة سايز الفتاك ديركتري سرسي تو بيتس سآل تاني ممكن برضو شون ديس رانا تملكو حبك بروبلوس على ال الـ Direct Mapped و الـ Fully Associative و الـ K-Associative. Mapping. بس تاوان يعني متعل الموضوع straightforward يعني هو. وش مشكلة. Consider an 8-way set associative mapped cache of size 512 kilobyte. Size of the cache 512 kilobyte. واندي تمانيا ويس. With block size 1K. There are 7 bits in the tag field. Find size of the memory tag directory size. حل. يبقى بنعمل التوزيع التلاتة هي. التلاتة fields. Offset. Set number. والتاج. ايه اللي معلوم؟ التاج 7 bits. Set size 8. Cache memory size 512 K. Block size. بتساوي frame size. بتساوي line size 1 kilobyte. من هنا بنقدر نجيب ايه؟ الـ Offset. الـ Offset. وزين block. اللي هو 10 bits. يبقى 10 bits. 7 bits. 7 bits given. يبقى نقدر. ايه. وسيطالب مني. Size of the memory board. اه. Number of bits in the tag 7 bits. You consider that the memory is byte address. Block size. 1 kilobyte. 22 power 10. يبقى جيبت 10 bits هنا. يبقى انا لو جيبت عدد الـ Sets. عدد الـ Sets. أو عدد الـ Blocks. يبقى انا قدر اجيب ايه؟ الـ Number of bits. اللي بيعبروا عنهم. أو الـ Index. يبقى انا كده جيبت ايه؟ الثلاثة fields. يبقى انا ده جيبت الـ A size بتاع المين ميموري. يعني. Number of blocks in the cache. Total number of blocks in the cache. بتساوي. Cache size. على block size. 512 K على 1 K. يبقى 512 set. و 512 line. That's the number of blocks in the cache. are 512. بس 512 ايه؟ هتقسمهم على 8. لازم تقسمهم على 8. يبقى total number of sets in the cache. يساوي 512 على 8. 64 set. 64 to the power 6. يبقى اذا set number 6 bits. number of bits. The number of bits in the set number is 6 bits. 10. 16. 17. 27. 23. يبقى الـ Size of the memory. 2 to power 23. أو 8 megabyte. يبقى. يبقى. With tag directory size. يساوي number of tags. في tag size. كلها نفس الـ Equation. زي اللي 5th. number of lines in the cache. number of bits in the tag. هتقول بقى خمسونة 12 كلهم. أو. يعني تقسمهم بدلات ال association. اللي هو دا. 64 في 8. هستقولهم خمسونة 12 تمام. أو هستقول 64 في 8 في 7 bits. يطلع رقم double bits. أو يبقى. 448 a byte. أوكي. حنا كده وصلنا للسلايد الأخيرة. خلصنا بدري. يعني الموضوع إن شاء الله نفقوش مشكلة. خلاص. حنا كده وضحنا أنواع الكاشز المختلفة. يعني ممكن إن شاء الله الأسبوع اللي جاي ناخد بقى نوع مبتاني من أنواع الممري. اللي اسمها virtual memory. virtual memory. والvirtual memory دي بتبقى. بيبقى جزء من ال hard disk بيعتبره نوع. يعني دا اللي اختلافنا بينه وبين الكاش ممري. طبعا ال accessing بتاعه بوطيئ جدا. بس بتقدر إن انت أكنك بتاكستند الرام بتاعتك. بتزود الرام. في بعض ال program بتعوز رام كبيرة. صح؟ يعني أعزة مثلا رام مثلا 16 جيجا بايت. وإنت الرام بتاعتك 4 جيجا بايت. فممكن تاخد جزء من ال hard disk. وتقول دا أكنه رام. طبعا هو حاجة virtual يعني. طبعا ال accessing بتاع الرام بيبقى أسرع. بألاف المرات من accessing بتاع ال hard disk يعني. بس دا الطابق يعني اللي احنا إن شاء الله ممكن. عن تناوله الأسبوع اللي جاي. ولو في حاجة خاصة بال hits وال misses برضو في بعض التعريفات. كده ممكن نحنا نبقى نجمع حالكم. طيب فيه أي استفسار دلوقتي عن المحاضرة بتاعتها النهاردة. لا تمامي دفعة كل وضع. طيب. أوكي أنا الانتحان أخدته لسه يوم الحد. وصلت فيه سريعا كده بس انتم تمامي. يعني الضفعة بتاعتكو كويسة. فيش مشكلة. وكده كده يعني برضو أنا قلتلكو على البروجيكت اللي أنا عايزكم تعملوه. أنا جبت الميموريز الحقيقة معي النهاردة. هشوف وانديسة رانا لو قدر أسيبها لها. بحيث إنها ممكن تدها لكم. بحيث كل واحد منكم يبقى معها تشيب ميموري اتنين وتلاتين كيلو بايت. أوكي. ايسي هيا ميموري اتنين وتلاتين كيلو بايت. الرقم بتاعها دابليو أربعة وعشرين. متين سبعة وخمسين. دابليو. اتنين اربعة. اتنين خمسة سبعة. دي اتنين وتلاتين كيلو بايت. ميموري. اتنين وتلاتين كيلو بايت. ميموري. فزي ما اتفقنا أنا عايزكم يعني تجربوا الكيت بتاعت المايكرو بروسس. مايكرو كنترول اشتقلت على السنة اللي فاتت. كل واحد لوحده. وتحطوا الكود بتاع الاتي ستم. اللي أنا دتلكوا اللينك بتاعت الارتكل بتاعته. وتنزله السوفتوير اللي هو بتاع الامبر كديرو. وتعملوا يعني. بالكمانز. مش عارف اذا كان في حد تجرب بروسس دي كلها ولا لسه. او لسه في مشكلة. في لو في مشكلة قول لي. خلاص لان انا عايزكم توصلوا الميموري اكس ترنال على المايكرو كنترول الاتي ففتي ون. وتشتغل بالتكنيك بتاع الـ C communication ده اللي هو الـ Emparcadero فحاولوا لو انتوا لسه ما يعني ما شفتوش الدنيا دي ان انتوا يعني تكونتكتوا معايا مثلا يوم الحد اللي جاي يعني ان شاء الله انا باجي بقى موجود انا من بدري خلاص ممكن ايه نخشلكوا في الـ Section شوية اديكوا توضيح او اللي عنده استفسار او ادهولو عشان ده هيعتبر يعني جزء العمل اللي هو كل واحد بيشتغل فيه بايده في نفس الوقت ان انت بتتعامل مع مامري يعني تتعامل مع رام والرام دي احنا يعني من الحاجات اللي احنا درسناها في الكورس يعني ان انت تقدر تأكسسها او تكتب لها program C يأكسس اللي فيها تدي ادرس يديكي الديتا الكلام ده ده هيبقى حاجة related للكورس بتاعنا فبس فانا هشوفه وانديسة رانا النهاردة ان شاء الله لو كده هديها للـ ICات وهي هتدي كل واحد منكم IC منهم هيبقى فاضل بس ان انت تجيب اللاتش اللي 74-373 ودي طبعا افالابل موجودة فاش مشكلة ورخيصة وتبتدي ان انت توصر يعني عايزة شوف الناس بتادي توصر بتادي تشتغل بتادي تلاقي مشاكل عشان نحل معاها كده يعني اوكي يا جماعة تمام تمام طبع ازنكم بس انا هاخد الـ attendance بس هاخد capture محدش يخرج لما عمل capture لـ screens اوكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة